ما بعد الأهل بقى بعد ما مشهنك من نادي الأهل إيه التجربة اللي كنت مبسوط فيها؟ سموحة والاتحاد طبعاً ناديين كبار بس يعني سموحة قضيت فيها أربع سنين كويسين جداً سملت أول مسلمين عملتهم كويس وكنت فيه فترة وراشحناها روح منتخب فيه فترة كان فيه كلام مع نادي الزمالك بس إمتى الفترة اللي كان فيها كلام مع نادي الزمالك؟ 2014 و2015 سنتين واربعاً وليه الموضوع مكملش أنا بيسبب مقابل المادي قلت أنا وأيمن أشرف على فكرة يا يا أيمن أشرف في وقتها يا من 2018 المقابل المادي ما عجبكمش لا مش ما عجبناش إحنا هو التفاوض ما بين الناديين ما عجبش النادي بس كان عندك استعداد تمام كانش في مشكلة الوقت كان عندي استعداد هو الطبيعي أنت لما بتمشي نفس الموقع دلوقتي مع ناصر ماهر مثلاً ورحمة حمدي طبيعي لما بتمشي من نادي الأهلي أو خلاص أنت بتبقى عايز تثبت أن أنت كنت لعيب كويس فلما بيجي لك الفرصة دي فالناس بتحب تجربها بس يعني أنت ممكن تبقى رائع ومتبقى معروف أن أنت أهلاوي ومن صغرك أن أنت لعيب بتلعب طول عمرك في نادي الأهلي وأنت بتحب نادي الأهلي بس فيه وقت فيه ناس بتزعل بس أنا الحمد لله مش من نوعادي إن أنا من الناس الأهلاوية فوق الوصف ففيه ناس أنا أروح عشان أثبت للناس أن أنا كنت كذا وكذا وكذا ومن أكتر لعيب اللي أنا بحبها ولعيب كبير ولعيب محترم قوي ناصر مهر ده من أكتر لعيب اللي أنا بحبها فأنا عارف أنه أنت ما بيجي لك الفرصة دي بتحب الجرابة عشان تثبت لا أن أنا كنت أستحق أبا موجود في النادي الأهلي وأن أنا لعيب كويس وكلام ده كله انتطف